أكد رئيس المصري عبدالفتاح السيسي ضرورة وقف إطلاق ناري في قطاع غزة وتبادل المحتجزين والأسرى وإنفاذ المساعدات الإنسانية وإغاثة المدنيين الذين تعرضوا لنزوح وخلال لقاء الرئيس المصري مع وفد أمريكي يضم كل من كريستوفر فان هولين وجيفري ميركلي عضوي مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي شدد الرئيس السيسي على ضرورة البدء في مسار جاد بإجماع دولي للتسوية العادلة والشاملة وإقامة دولة الفلسطينية المستقلة كما أعلن الرئيس المصري والوفد الأمريكي رفضهما القاطع لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم مطالبا بضرورة العمل على تهديئة الأوضاع في المنطقة